بلادنا لقانت اليوم درس للذين يحاولون تأسس دولة إرهابية على حدودها بعد تحرير مدينة عفرين السورية من إرهابي بيادا باككا بهذه الكلمات بدأ الرئيس التركي رجب طايب باردغان كلمته في مراسم وضع أسس أبراج جسري تشاناكالا شمال غربي تركيا احتفالا بدخول الجيش السوري الحر مدينة عفرين بإسناد مباشر من القوات التركية فبعد أن هيأت تركيا الظروف الإقليمية وذللت العوائق الدولية بوجه عملياتها في سوريا جهزت لعملية عسكرية جديدة بعد درع الفرات أطلقت عليها اسم غصن الزيتون للسيطرة على منطقة عفرين مركز الميليشيات الكردية لمواجهة الخطر المتمثل بتشكيل كيان يهدد الأمن القومي التركي العمليات البرية انطلقت بشكل فعلي في العشرين من كانون الثاني الماضي بعد تمهيد مدفعي وغارات جوية مكثفة انطلقت بعدها بقوة العمليات من ثلاثة محاور على الحدود السورية التركية من فصائل من الجيش السوري الحر يصل تعدادها إلى خمسة وعشرين ألف مقاتل مدعومة بنخبة من القوات التركية الخاصة وبعد مضي شهر على بدء عمليات غصن الزيتون فقد حققت تقدما شمل السيطرة على كامل الحدود حيث سيطرت القوات على بلدة جنديرس غرب عفرين ويصبح بذلك الطريق مفتوحا تجاه مركز المدينة لتتسرع بعدها وتيرة المعارك إلى حين إعلان السيطرة التامة على مركز عفرين في الثامن عشر من آذار بعد انتهاء مسالة عفرين ترجح الظروف والتصرحات التركية توجه الجيش التركي إلى منبيج للقضاء على آخر كيان للميليشيات الكردية غربي نهر الفرات ترجمة نانسي قنع